كابتن ماهر ألفون بروك مباروك كابتن أيمن كابتن شريف بلال أسامة احنا مستمتعين بصراحة احنا بقى انا يمكن اكتر من 3-4 مباراة بعد طبعا اخفاق النادي اللي هالي في كاس السوبر رجعنا واستفدنا من الدرس وبدت اللعيبة تمتعنا بلغة القرى الجميلة اللي بيادوها خلال كانت مباراة افريقية او مباراة محلية او كاس مصر زي ما كنا بنقول يا كابتن يا ويل اللي لعب النادي الأهلي لو حصله واقع او حصله خسار طبعا هو مش محظوظ خد بالك اي حد ايمن دلوقتي في الجدول بيقع لعب النادي الأهلي بيبقى الشيء الهم بشكل بير يعني احنا قبل بداية المباراة كنت بقول له اسامة يعني تحس ان اللعبة ابي مغدودة خايفة من لعبة النادي الأهلي وده حقيقة لانك انت النهاردة عندك تيم يا ايمن من افضل اللعبة اللي موجودة في اسا وافريق عندنا اكتر من 25 لعيب عندنا 11 لعيب دولي وعندنا محترفين على اعلى مستوع النهاردة بنحس بمتعة اداء لعبة النادي الأهلي داخل الملعب من تحرقات من بصات من جمل تكتيكية من اهداف احنا شوفنا في استاذ جورج سبع اهداف النهاردة شايفين ثلاث اهداف غير الهداف اللي ضاعت فالنهاردة متعة قرة القدم او لغة قرة القدم داخل الملعب الاهداف فلعبة النادي الأهلي بيترجمونا هذا كلام بشكل جميل وشكل احترافي واداء مميز ثلاث اهداف جمل تكتيكية بتمرون عليها اللعيبة منفزوها داخل الملعب كل هدف اجمل من الهدف التاني يعني احنا لو شوفنا طبعا ضربة الجزاء الاولى تصدى لها اللي هي عرقالة ديانج تصدى لها علي معلول متخصص في ضربات الجزاء ومتخصص في قرات السابت الهدف التاني يمكن طبعا الباص اللي اتعمل من نص الملعب مودست استلم الكورة تحت ضغط ولعبها في سكة الجول يمكن خدمته ان الحارس ان المدافع ضربت في المدافع لكن هدف برضك بيحسب لي اول مباراة بالنسبة له وعايز يزبط وجوده وعايز يقول للناس ان انا فعلا صفقة جيدة ان انا مهاجم لهذه المرحلة هي تاني مباراة تاني مباراة بالنسبة له الهدف التالت طبعا الكورس العبد اللي عمله علي معلول طلح الدفاع طبعا احنا كلنا اتكلمنا قلنا ان مستر كولر من ضمن التغيرات اللي حيتم امام عشور واحنا امام شفناه خلال الفترة اللي فاتت بصراحة من اللعب المكسب كبير جزا اضافة كبيرة جزا من النادي الاهلي ومنتخب مصر كمان صح فامام كمان من ضمن الحاجات الجميلة اللي فيه المتابعة داخل الثامنطاشر مساندة للمهاجمين والتصويبات اللي هو بيجاد برجل الاتنين قدر يسجل هدف من اجمل الاهداف التغيرات كلها كانت يعني اللي نزلت في الشرط التاني يمكن كانت بتحاول انها تثبت وجودها بشكل كبير يمكن عشور الشحات خرج نزل عشور كريستو خرج كريستو خرج وكريستو نزل كريستو نزل بمكان تاو وكوكا مكان أبشا وكارابا مكان مودست وطاهر مكان مروان كلها تغيرات يمكن هجومية لمستن كولر لطبعا تحسين الاداة في الشرط التاني وزيادة عدد الاهداف صح